السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزائي طلاب دبلوم القانون الخاص بكلية الحجة مع تحين شمس. مادة القانون المرافعات مع التعمق. العام الجامعة 2019-2020. مساعدني ان التقي بحضراتكم في اطار نظام التعليم عن بعض الذي تنتهجه الدولة وتلتزم به الجامعة من اجل التغلب على الظروف التي تواجه البلاد. وندعو الله سبحانه وتعالى ان يحفظ مسرنا الحبيبة من كل مقروم. وموضوع المحاضرة هو استكمال شرح مبدأ الامانة ذات باريم للمبادئ المهيمين على مهنة المحامة قضابط للدعاية ثم نتعرض بالشرح لمبدأ الانساني. وود ان اذكر حضراتكم بان المحامي كما قلنا يستطيع او كما ندعو يستطيع ان يقوم بعمل دعاية. ولكن في اطار ضوابط محددة تلا وهي احترام مبادئ مهنة المحامة. وقد سبق ان تعرضنا في المحاضرات السابقة لهذه المبادئ ولكن لم ننتهي منها بعد. وقلنا ان هذه المبادئ تنقسم الى طائفتين. الطائفة الاولى تضم المبادئ الفنية. المهيمين على الجانب الفني لمهنة المحامة. والطائفة الثانية تضم المبادئ الادبية. اي المهيمين على الجانب الادبي لمهنة المحامة. فيما تعلق بالمبادئ الادبية بدأنا التعرض لمبدأ الامانة. وقلنا ان المحامي يجب ان يكون امينا. وهذا يقتضي منه في المقام الاول ان يحافظ على اسرار العميل. وقد تناولنا في المحاضرة السابقة قبل التوقف الدراسي. التزام المحامي بمحافظة على اسرار العملاء. ولكن الامانة تقتضي كذلك من المحامي ان يحافظ على اموال العميل. لان الامانة تعني في المقام الاول النزاهة. والنزاهة اي عدم المساس باموال الغير وخاصة العملاء. وقد ترجم المشرع التزام المحامي بالمحافظة على اموال العميل من زاويتين اساسيتين. تتمثل للزاوية الاولى في حظر التعامل في الحقوق المتنازعة فيها. وتتجلس زاوية الثانية في منع المحامي من شراء الاموال المحجوزة متى كان وكيلا عن احد اطراف التنفيذ. فيما يتعلق بحظر التعامل في الحقوق المتنازعة فيها. فقد خرج المشرع المصري عن الاصل العام. ومنع المحامي. ولكن ليس المحامي واحدة. ولكن نحن في دراستنا نركز على المحامي فقد منع القضاء كذلك. فقد منع المحامي من التعامل في الحقوق المتنازعة فيها. ولكن قبل دراسة هذا الحزر يجب ان نحدد ما المقصود بكون الحق المتنازعة فيه. ولقد سبق لحضراتكم ان درستموه في الفرقة السالسة. ولكن للتسكرة يكون الحق المتنازع فيه. وفقا لنص المادة اربعمية تسعة وستين من القانون المدني. اذا كان موضوعه قد رفعت به دعوة او قام في شأنه نزاعا جدا. ولو لم يكن قد طرح امام القضاء او امام المحامي. ازا الحق يكون متنازعا فيه في حالتين. او في احد حالتين. الحالة الاولى انه قد رفعت به بالفعل دعوة امام القضاء. والحالة الثانية ولو لم يكن قد رفعت به دعوة امام القضاء. ولكنه صار في شأنه نزاعا جدا. والنزاع في موضوع الحق قد يتعلق بوجوده اي مصدره. قد تمسك ببطلان العقدة او الوصية المنشألة. او يتعلق بانقضاءه. قد تمسك بانقضاءه بالتقادم او بالوفاء او المقصة. او يتعلق بمقداره او مدى. وبعد ان اوضحنا المقصود بالحق المتنازع فيه. نتعرض الان للحزر اي للقواعد المهمين على الحزر تعامل المحامي في الحقوق المتنازع فيها. بالتعرض لقواعد القانون المدني المصري وكذلك القانون المحامة. يتضح منها ان المحامي لا يجوز له ان يتعامل في الحقوق المتنازع فيها في حالتين. ولكل حالة بالتأكيد لها شروط ونطاق او مجال تطبيق مختلف. فيما يتعلق بالحالة الاولى والتي وردت في المد ربماية تين وسبعين من القانون المدني. واكدتها المدى واحد وتمانين من قانون المحامة. مضمون هذه الحالة يتمثل ان المحامي يحذر عليه التعامل في الحق المتنازع عليه اذا كان وكيلا في هذا الحق. اي انه مكلف بالدفاع عن هذا الحق. وتأمل هذه الحالة يكشف على انه يشترط لتطبيقها ان يكون المحامي وكيلا في الحق المتنازع فيه. ولكن من حيث النطاق فهذه الحالة تمنع المحامي ان يتعامل في الحق المتنازع فيه ايا كانت صورة هذا التعامل. لا يجوز له البيع ولا الشراء ولا الهبا ولا الوصيل لا يجوز له ان يتعامل في هذا الحق ايا كانت صورة هذا التعامل وبصفة خاصة الصورة التي نصت عليها المادة 82 من قانون المحامة وهو أن يبطفق مع موكله على أن تكون أتعابه حصة عينية من الحق المتنازع فيه وبخصوص الحالة الثانية الذي يحظر فيها على المحامي التعامل في الحقوق المتنازع فيها هذه الحالة هي التي تسير مشاكل باعتبارها أنها تمنع المحامي من التعامل في الحقوق المتنازع فيه ولو لم يكن موكلا في الدفاع عن هذا الحق ولكنها تشترط أن النزاع حول هذا الحق الذي يريد المحامي أن يتعامل فيه يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشر عمله أمامها في هذه الحالة تتمتع بنطاق محدود ونطاق ضيق حيث أنها تحذر على المحامي فقط شراء الحق المتنازع فيه بخلاف الحالة الأخرى حالة الأولى التي تمنع المحامي التعامل في الحق المتنازع فيه أي أن كانت صورة هذا التعامل هذه الحالة تمنع فقط المحامي من شراء هذا الحق ولو لم يكن موكلا في الدفاع عنه هي تشترط فقط أن يكون النزاع حول هذا الحق يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشر المحامي عمله أمامها وفي تعديد المقصود بهذه المحكمة وفقا للرأي الراجع فقها وقضاءا وهذا يعني أن النزاع بشأن الحق يجب أن يكون داخلا في اختصاص المحكمة التي يترافع أمامها المحامي وفقا لضربة قيده بجدول النقابة مثلا لو محامي استئناف فلا يجوز له أن يشتر الحقوق التي تدخل في اختصاص المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم السئنافية لأنه يجوز له أن يترافع أمام جميع هذه المحاكم فإذا توفر هذا الشرط أي كان النزاع حول الحق يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشر المحامي أمامها عملي أي يترافع أمامها ويجوز له أن يترافع أمامها وكان المحامي بطبيعة الحال عالما بوجود أو بوقوع النزاع حول الحق فأن شرائه لهذا الحق يعد باطلا وبالتالي مخالفة الحزر في حالتيه في سراتيه من قبل المحامي يترتب عليه بطلان التعامل الذي تم من قبل المحامي بطلانا مطلقا حفاظا لأن الأمر يتعلق هنا بالنظام العام ألا وهو المحافظة على نزاهة مانة المحامة ومكانة مانة المحامة بل وقرامتها والأمر هنا منطقي حتى لا يقال أن المحامي يشتري الحقوق بأسعار زهيدة بعد أن يوهم أصحابها بدعف موقفهم القانوني القضية أو النزاع باعتباره باعتباره يعلم القانون أي العالم بخضايا القانون بقي لنا أن نحدد ما علاقة هذا الحزر بالدعاية فضلا على أنه في إطار مبدأ الأمانة في أحد الضوابط المؤمنة على مهنة المعامة فأن هذا الحزر يتعلق بالدعاية من زاوية أساسية عردت في القانون الفرنسي وهي أن المحامي لا يجوز له أن يضمن دعايته يعني من البيانات المحظورة على المحامي أن يوردها في الدعاية أو في وسائل الدعاية يحظر على المحامي أن يضمن دعايته ما يفيد أنه يمكن أن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق المتلازع فيها فمثل هذا البيان ممنوع أن يسقر في وسائل الدعاية لأنه بيان يخالف القانون ثانيا بخصوص منع المحامي من شراء الأموال المحبوزة منع المحامي من الاشتراك في المزيدة وشراء الأموال المحبوزة نتعرض أولا للقانون المصري ثم نتعرض للقانون الفرنسي فبالنسبة للقانون المصري بنص صريح المادة 311 من قانون المرافعات نصت على أن المحامي الوكيل للدائم أو للمدين في إطار إجراءات التنفيذ الجبري لا يجوز له أن يتقدم لشراء الأموال المحبوزة العلا بقول ببساطة هو أن المشاريع المصري أراد أن يتجنب التعارض بين مصلحة المحامي والتي تتمثل في شراء المال المحبوز بأقل ساع مع مصلحة موكله قطرف من أطراف التنفيذ بأن يباع هذا المال بأعلى ساع فهنا تعارض في المصالح قد يمس بنزاهة وأمانة مهنة المحامي والشرط الوحيد لانتباق هذه الحالة أو لقيام هذا المنع هو أن يكون المحامي وكيلا عن الدائم أو المدين في إجراءات التنفيذ الجبري وكما عدا هذا الشرط نستوي أن يكون المال المحبوز عقارا أو موكولا إذ أن المنع عام يشمل كافة صور التنفيذ الجبري سواء التنفيذ على العقارة أو التنفيذ عن المنقول بل والتنفيذ على مال المدينة لدى حاجة على مال المدينة لدى الغير أي أن كانت صورة التنفيذ الجبري كما يستوي أن يقوم المحامي بالاشتراك في المزايدة بنفسه أو عن طريق وكيل أو عن طريق البيع بالمزاج العلني مع التقرير بالشراء عن الغير المنصوص عليه في المادة ربعمائة اربعة واربعين من قانون المرافعة ففي كل هذه الأحوال أي أن كانت الصورة التي اشترى بها المحامي المال المحبوز يقع البايع باطلا ولكنه بطلانا خاصا يجب أن يتمسك به صاحب المصلحة وهو هنا المدين أو الدين بمعنى أن أطراف التنفيذ هم الذين لهم مصلحة في التمسك بهذا البطلان جميع الدائنين الذين اشتركوا في إجراءات التنفيذ وكطبيعة الحياة المدينة الذي ينفذ على أمواله وبالنسبة للقانون الفرنسي قد ورد هذا الحزر الاستثنائي بخصوص الحجز العقاري فقط ولكن المشرع الفرنسي لم يقصر الحزر على محامي الدائن والمدين بل هناك محامي ثالث يمتد إليه الحزر وهنا نقطة الخلاف أو الفرق بينه بين القانون المصري أن قانون المصري يمنع محامي الدائن ومحامي المدين من شراء الأموال المحبوزة لكن القانون الفرنسي يمنع محامي الدائن من شراء العقاري المحبوز ومحامي المدين من شراء العقاري المحبوز بل يمنع محامي ثالث ألا وهو محامي المشتري بالمزاد فالمشرع الفرنسي منذ قانون المرافعات السابق يوجب على كل من يريد الاشتراك بالمزاد لشراء العقار المحجوز أن يوكل محاميا ليقوم بشراء هذا المال لحسابه وغاية المشرع بسيطة جدا هو طبعا وجود المحامي كفيل بأن يعجل ويضمن حسن سير الإجراءات خاصة إجراءات الحجز العقاري بما تتسم من تعقيد فالمشرع يريد أن يتجنب كل هذه التعقيدات بوجود محامي ملم بالقانون وعلى دراية كاملة بإجراءات الحجز العقاري. إذن قد يشارك في إجراءات التنفيذ العقاري محامي للدائن محامي للمدين محامي للمشتري بالمزاد وجميعهم ممنوعا عليه أن يشتري العقار المحجوز لأنه من أعوان العدالة وهذا ما أكده المشرع الفرنسي في المدى 322 فقرة 39. وإلا إذا تمت مخالفة هذا النص من قبل المحامي سواء محمد دائن محامي المدين محامي المشتري بالمزاد وقع البيع العقاري باطلا في هذه الحالة. ننتقل إلى مبدأ الإنسانية باعتباره من المبادئ الأساسية لمهنة المحامي أي مبادئ المهمين على المهنة التي يلتزم بها كافة السادة المحاميين ويقصد بالمبدأ الإنسانية. يعني المقصود بهذا المبدأ هو القيام المحامي بتقديم مساعدته الفنية مع مدوره فني بتقديم مساعدته الفنية للأشخاص غير القادرين دون أن يحصل منهم على أتعاب. ومن أجل ترجمة هذا المبدأ حرص المشرع المصري وكذلك المشرع الفرنسي أي أن المشرع في القانونين المصري والفرنسي حرص على وضع نظام للإعفاء من أتعاب المحامي. ونقطة الارتكاز أو نقطة الانطلاق في استيعاب القواعد المهيمنة على النظام المصري وكذلك النظام الفرنسي تكمن في الجهة التي عهد إليها المشرع بمهمة منح هذا الإعفاء. فتحديد هذه الجهة يؤثر على القواعد المتعلق بالمستفيد من الإعفاء. وعلى القواعد المبينة لنطاق هذا الإعفاء. فهذه الجهة في القانون المصري تتمثل فيه النقابة. نقابة المحاميين أو بالمعنى الأضق مجلس النقابة الفرعية. حيث تولى هذا المجلس ندب محامي لتقديم المساعدة الفنية لغير القادرين على دفع أتعاب المحامي. لا جدال في أن النقابة مواردها ضعيفة. أي أنها لا تتمثى بموارد كبيرة مثل الدولة. ولذلك تجد في القانون الفرنسي أن المشرع قد عهد بمهمة الإعفاء من أتعاب المحمق وكذلك الرسوم زي ما نشوف بعد شوية إلى مكاتب إدارية على مستوى تفت المحاكم. يطلق على هذه المكاتب مكاتب المساعدات القضائية. وهذه المكاتب لا جدال في أنها تتمتع بميزانية ضخمة جدا حيث تتعدد مواردها. وعلى رأسها مساعدة مقدمة من الدولة الفرنسية. وبالتالي الفرق في الميزانية الفرق في المصادر بين نقابة المحاميين المصرية مع كل الاحترام والتقدير وهذه المكاتب التي تشرف عليها الدولة في فرنسا أثر على القواعد المتعلقة بالمستفيد من هذه المساعدة. وعلى تحديد نطاق هذه المساعدة في القانونين المصري والفرنسي. ففيما يتعلق بالمستفيد من المساعدة او الاعفاء من الاتعاب. نجد في نجد انه في مصر لا يستفيد من هذه المساعدة سوى المواطن المواطن المصري الذي يحمل الجنسية المصري. وذلك في حالتين اساسيتين. الحالة الاولى اذا كان هذا المواطن غير قادر ما ليه. فعليه ان يتوجه الى نقابة المحاميين الفرائية طالبا من مجلس النقابة ان يندب له محامية لمساعدته فنيا. والمساعدة هنا تشمل عدة امور بخلاف الحالة الثانية وهي ما نشوف بعد شوية. تشمل رفع الدعوة والحضور فيها وتحقيقة النيابة العامة واعطاء المشورة القانونية وكذلك سياغة العقود. ازا المساعدة هنا تتمتع بنطاق النؤسى عكس الحالة الاولى للحالة التانية زي ما نشوف بعد شوية. وما يميز هذه الحالة كذلك ان المحامي وان كان لا يتقاضي اتعابا من العميل لانه غير قادر ماليا الا ان المحامي المقابة وفقا للناس يجب عليه ان تقدم له مبلغا على سبيل المكافعة. والحالة الثانية في مصر تتمثل في ان المواطن قد سبق ان اعفي من الرسوم القضائية وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الرسوم القضائية رقم تسعين لسنة اربعة واربعين ومن قبل اللجنة المختصة ذات التشكيل القضائي. ففي هذه الحالة بعد ان يحصل على اعفاء من الرسوم وليس من اتعاب المحاماة عليه ان يتوجه الى نقابة المحاميين الفرعية طالبا من مجلس النقابة اعفاءه من اتعاب المحاماة اي ند محامي للدفاع عنه مع اعفائه من دفع الاتعاب. اذا في هذه الحالة يجب ان يكون المواطن قد اعفاء من دفع الرسوم القضائية اولا ثم التوجه الى النقابة لكي تندب له محاميا للدفاع عنه امام القضاء فنطاق المساعدة هنا ينحصر فقط في الحضور والدفاع عنه امام القضاء ولا يشمل اعطاء المشورة ولا سياغة العقود كما كان في الحالة السابقة فقط الدفاع عنه ولكن الدفاع قد يتطرق الى اعطاء بعض النصائح في هذا الصلاة. العكس تماما في القانون الفرنسي فيما يتعلق بالمستفيد من المساعدة. ففي القانون الفرنسي تقدم هذه المساعدة للمواطن وغير المواطن. لا يشترد ان تكون حاملة للجنسية الفرنسية كما هو الحال في مصر لكي تتمتع بهذا الاعفاء او هذه المساعدة. وانما يكفي ان تكون مقيما على الاراضي الفرنسية. بل وفي بعض الاحوال لغير المقيمين اذا كانت لهم قضايا يقتص بها القضاء الفرنسي. ولكن الشرط الوحيد ان يكون هذا الشخص الذي يطلب المساعدة من مكاتب المساعدات القضائية الفرنسا. ان يكون هذا الشخص داخله الشهري متواضع. ودعواء قائمة على اساس. والمشرع الفرنسي وضع معيار للدخل المتواضع منذ سنة الفين وستاشر وما زال حتى الان اي منذ كتابة هذا الكتاب اللي بين ايادي حضراتكم. منذ سنة الفين وستاشر. يحصل الشخص على معونتين كلية. وحنشوف بعد شوية يعني ايه? اذا كان داخل الشهر لا يتجاوز الف يورو. ويحصل على معونة جزئية اذا كان داخل الشهر الشهري لا يتجاوز الف وخمسمائة يورو. وبطبيعة الحال اتصاع قاعدة المستفيدين ان هذه المساعدات في القانون الفرنسي ترجع الى ان هذه المكاتب تتمتع بميزانية وموارد هائلة بخلاف نقابة المحامين بل بخلاف نقابة المحامين في فرنسا نفسها. وكذلك في مصر. وبخصوص نطاق المساعدات في القانون المصري لا تملك مجلس او لا يملك مجلس النقابة الفرعية سوى اعفاء المواطن من اتعاب المحامي ولكنه لا يملك اعفاءه من الرسوم القضائية. وزي ما سيدتكم عارفين ان الرسوم القضائية هي الرسوم المستحقة على الصور والشهادات واجراءات التنفيذ واجرى نشر الاعلانات. فكل هذه الرسوم لا تملك اقابة المحامين اعفاء المواطن منها فانما تعفيه فقط من اتعاب المحامي بخلاف الوضع في فرنسا. ففي القانون الفرنسي تملك مكاتب المساعدات اعفاء المواطن وغير المواطن زي ما قلنا من اتعاب المحامي وكذلك من الرسوم القضائية متى كان دخل الشهر لا يتجاوز الف يورو. هذه نسميها المعونة الكلية. اعفاء من الرسوم واعفاء من الاتعاب. اما اذا كان دخل الشهر يتجاوز الف وخمسمائة لا يتجاوز الف وخمسمائة يورو. اي عدل الف ولكن لا يتجاوز الف وخمسمائة. فيتمنحه معونة جزئية. يتمثل في اعفائه من الرسوم القضائية فقط. ولكن لا تعفيه من اتعاب المحامي. فهو يقوم بدفعها للمحامي الذي يتولى الدفاع عنه. بعد ما اعرضنا مادة الامانة ومادة الانسانية لحضركم. احب ان انا اؤكد على ان حزر تعامل المحامي في الحقوق المتنازع فيه. يتعلق بالدعاية من زاوية. تتمثل لانه يحذر على المحامي ان يزقر في دعايته. اي بيان يخالف هذا الحظ بانه يمكن ان يتعامل مع عميله او يتلقى منه اتعابه في صورة حصة عينية فهذا محظور قانونا ويمس قرامة ونزاهة مهنة المحامي. وفيما يتعلق بالمنع من التقدم للمزايدة. هو يتعلق بالدعاية ولكن مجال تطبيقه في قانون الفرنسي. حيث ان هناك تخصص في مهنة المحاماة. وده هنشوفه ان شاء الله في المحاضرات القادمة. هناك تخصص في مهنة المحاماة. ومن اهم البيانات التي تذكر في دعاية المحامي هي مجال تخصصه. ومن اهم مجالات التخصص. التخصص في اجراءات التنفيذ الجبري. ولذلك المحامي الذي يشارك في المزاد نيابة عن المشتري. او وكيلا عن الدائن او المدين. غالبا ما يكون متخصصا في مجال اجراءات التنفيذ الجبري. ويسكر هذا في دعايته حتى يتوجه اليه العملاء في اطار اجراءات التنفيذ الجبري. واخيرا فيما يتعلق بمبدأ الانسانية وما تتعلقه بدعاية المحامي. يحذر على المحامي ان يستغل انسانيته وان يسكر في دعايته ما يكشف عن التباهي والفخر بانه يقدم دائما وابدا المساعدات ولا يرفض طلب لمكتب المساعدات القضائية. فهذا البيان محزور حيث انه يكشف عن فخر وتباهي كما انه يمس مبدأ الزمانة. وبذلك اعزائي الطلاب نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم. متعرضين لما تبقى من مبدأ الامانة. وشارحينا لمبدأ الانسانية. والمحاضرات القادمة باذن الله تعالى سوف نستعرض نطاق دعاية المحامي. اشكركم بحسن استماعكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.